في تطور لافت وفي ظل تطورات الراهنة التي تشهدها الساحة السورية عما والمنطقة الشرقية خاصة من اشتباكات متكررة بين تنظيم الدولة وقوات النظام السوري أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أربعة عسكريين روس وإصابة خمسة آخرين في محافظة دير الزور إثر استهدافهم من قبل ما سمتهم بالمجموعات الإرهابية الوزارة أوضحت أن المستشارين العسكريين الروس كانوا موجودين في نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري أثناء استهدافهم أما تفاصيل الهجوم أكثر فقد كشف عنها تنظيم الدولة الذي أعلن يوم السبت عن مقتل أكثر من عشرين عنصرا من قوات النظام والقوات الروسية في هجوم بمحيط مدينة الميادين ورغم تلك الخسائر فقد اعتبرت قاعدة حميميم الروسية أن تقدم تنظيم الدولة على حساب النظام لا يعد انتصارا في حين تكشف المعطيات الميدانية أن روسيا تتكبد خسائر على الجبهة الشرقية من عدة أطراف ليس من تنظيم الدولة فقط كان أبرزها مقتل أكثر من مئة من مرتزقتها قبل أشهر عبر قصف للتحالف الدولي أثناء محاولتهم دعم النظام للتقدم نحو مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وهو مشهد مصغر لصراع نفوذ أمريكي روسي في الشرق السوري اشتركوا في القناة